برعاة أمين عام المجلس المحلي بمدرية المعلى كريم منير أقيم حفل تكريمي لأبطال بطولة الجمهورية في لعبة الجودو التي أشرف عليها الاتحاد العام لللعبة برئاسة رئيس الاتحاد العربي واليمنية المهدس نعمان شهر التي شارك فيها أربع محافظات في حضر موت ولا حج وتعز عدن حيث تنافس في البطولة ثمانية أنديا ناديان عن كل محافظة في فئات شباب وناشئين وقد حاز على المركز الأول في البطولة بفئة الشباب نادي شمسان عدن والمركز الأول للناشئين فريقه فروضة القلعة فيما جاء فريق الميناء في المركز الثاني لفئة الشباب والجلاء ثالثا وحلى في المركز الثاني للناشئين شرارة لحج والجلاء ثالثا وفي الحفلة الذي أقيم بالمناسبة شكر الأمين العام منير ومسؤول النشاط بوزارة الشباب الجهود التي بذلت في هذه البطولة منوهينها إلى استمرار دعم الوزارة خاصة في هذه الإنجازات العريضة وفي ختام الحفل تم تكريم الشباب الحاصلين على الميداليات الذهبية والكؤوس ومبالغ تشجيعية ترجمة نانسي قنقر